مجال طبيعي يمزج بينما هو غابي بحري وجبلي كل ذلك اجتمع في القرية السياحية غراتلوب المتواجدة بمنطقة بوزجار الساحلية بعينة موشنت وهي القرية التي تعد فضاء سياحيا شهيدة بمواصفات متميزة ما جعلها وجهة سياحية بامتياز للأسر الجزائرية التسمية اللي مدوها للسواح ولا اللي زاروا الزيارة على الأخر قرية النمل كل واحده كيفاش من يشوف حاجة كيفاش يتخيلها كيفاش يتخيلها كيفاش يشوفها ونظن باللي حتى قرية النمل واش دار النمل وتاريخ النمل يعني مضبوط ومعروف القرية هذي اليوم شناحنا باش حابين نفوتوا يامات مع عائلاتنا وعجبتنا ما شاء الله وشاكرين للأصحاب المستثمرة هذي على هذي المجهودات اللي يقوموا بها ونأملوا أنه يعني ينزيد ونشوفوا يعني نشوفوا أنه الناس تقبل على هذي مثل هذي المشاريع السياحية لي يعني إضافة للبلاد بهذه المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية التي شهيدت على شكل بيوت النمل ميزت القرية السياحية غراتلوب عن غيرها من القرى السياحية ما جعلها تشهد توافدا مستمرا للباحثين عن الراحة والاستجمام من داخلي وخارج الوطن وهندسة جديدة لتجلب السايح الخارجي لأنها عندها تاريخ عندها un label سويس الجيرو سويس يعني c'est l'algeri participation في le development و هذي الارشتكتور رها le breveté et classé en suisse أول مرة رفتنا على العمرية شفنا هذا قرية النمل جينا شفنا بنتنا فكرة مش نديروا سياحة وتدريب ولا جينا شفناها عجبتنا الحالة مركب هذا كنا زرناه من قبل ولاق إعجاب الزملاء في المؤسسة ولقينا فيه كل متطلبات ليحتاجها العمال للراحة وتغيير الأجواء القرية السياحية جرتالوب التي تعززت بها المنطقة السياحية بوزجار تعد إضافة نوعية تساهم دون شك في النهوض بالقطاع السياحي على الصعيد الوطني